مطاطية تلك المسألة العالقة في أروقة مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية والمتأصلة في ذهنية الرئيس دونالد ترامب منذ انتخابه عزل جيمس كومي مدير مكتب الـ FBI قد يكون مظلة وقائية لترامب بحسب مراقبين لأنه دق أبواب الرئيس وبات قاب قوسين أو أدنى من فضح العلاقات شبه المؤكدة لروسيا بانتخاب ترامب وتأثيرها المباشر على الانتخابات الأمريكية جدار التعليل الذي احتم به الرئيس الأمريكي عقب إقالة كومي بناه على فقد الشعب الأمريكي ثقته بالأخير سواء كان جمهوريا أو ديمقراطيا مشيرا إلى أن الجميع سيشكره على قراره عندما تهدأ الأمور فيما أكد مصدر بالكونغرس أن كومي أبلغ مشرعين قبل أيام من قرار عزله سعيه للحصول على المزيد من الموارد للتحقيق في تواطئ محتمل بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا طلب وجده البعض السبب الرئيسي في إقالته لا سيما الديمقراطيين الذين أكدوا بأن الهدف تقويض التحقيق والتستر على مخالفات روسيا فيما ذهبت إدارة ترامب إلى اتهام كومي بارتكاب فضائع خلال توليه منصبه وعدم تأديته عمله بالشكل الجيد قرار ترامب صدم الشارع الأمريكي لا سيما الديمقراطيين الذين وصفهم ترامب في تغريداته على تويتر بالمنافقين والمتصنعين نظرا إلى أنهم يشتكون من كومي منذ أشهر فمدير مكتب التحقيقات الفدرالية ناله الأمرين من الحزبين فقد تعرض خلال السنتين الماضيطين لحملات عنفة من الجمهوريين بتهمة التغطية على المرشحة الديمقراطية هيلر كلينتون وقضية بريدها الخاصة وتهديدها للأمن القومي أثناء شغلها منصب وزيرة الخارجية فيما تقول الأخيرة أنه السبب في خسارتها الانتخابات الضبابية التي خيمت على قرار عزل كومي انفرجت سخرية لدى الجانب الروسي الذي أثار الجدل بتعليقاته وتساؤلاته فرئيس الروسي أبدى تفاجؤه من عزل كومي مسارعا إلى التبرير بعدم وجود علاقة لهم بالقرار ترامب تعهد بأن يكون خلف كومي أفضل منه ويرى بأن قراره مناسب في الوقت المناسب رغم المعارضة الشديدة من الشريحتين السياسية والشعبية غير أنه بحكم الأغلبية قرار وقائي يوقف البحث المستمر بالمسائل التي سبقت انتخابه وسببت وصوله لصدة الرئاسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر